والبراين لا أستطيع التمرس سنضطر لإقناعه للمغادرة وعلنا أن نكون في غاية الإقناع صحيح؟ إليك هذه النصيحة في المرة القادمة التي يريد فيها بلاك أن يتعقبني عليها أن يلسل شخصاً آخر غيرك لقد سابق وفعل واجهنا تحديات أصعبة من هذا صحيح بيربي؟ 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 ترجمة نانسي قنقر بيربي؟ بيربي؟ ما الأمر؟ دكتور بلاك حصرنا الفتى شين أصدر أوامرك وسنقضي عليه ثقتك ستكون سبباً هيارك هو وذاك الإنفيرنس خطيران لا تعي لي أن تقلق بهذا الشأن الإسلاك خاصته مريض خاصته مريض؟ أجل لم يتحمل ضربة فلابر حتى إذن ماذا تريد مني أنا فال؟ أطلق صراحة ماذا؟ أطلق عليه غولة عقب وأطلق صراحة لكنه بحظتنا الآن نستطيع إنهاء الأمر امتثل لأوامري وإلا سأقضي عليك لا أعيدك بأنه سينجو من دوني أي خدوش علينا إعادة التربي إلى المنزل أعتمد عليك سكرابيل واحد، اثنان، ثلاثة أولى، لن تهرب أجبا، هذا غول عديم نافع وإلا لقض علينا أمل أن يكون ذلك مفيدا أحسنتم يا رفاق مشوبة باردة مع الخضروات العضوية قليلة الصوديوم والقمح على حسابي حقا، ثانية؟ سأجلب السلات حسنا، أنت فهموا الأمر لكنهم البادئون أردت مشاهدة فيلم الحشر المجنونة ولكنهم أصروا على مشاهدة فيلم ماكس جاكسون ألفا لكمة بلا قصد لقد رفعت صوتي قليلا، ولكن هذا لا يمنحهم الحق بفعل هذا بي أنت ذا؟ باربي ليس على ما يرام لا أعرف ماذا جرى لما ره هكذا من قبل لما رسلك بهذا الشكل في حياتي أحيانا تنقص هؤلاء الكائنات الطاقة لكن لم يسبق لي رؤية واحد مريض المسكين، إنه عجز عن الحركة أعيدك أن أعتني بك باربي لا بد من وجود شيء نفعله إذا كان هناك شيء فلا يعلمه إنسان ولا خلد ولا عملاق اختلفتم حول الفيلم مجددا؟ أجل باربي بحاجة إلي لن أستسلم تعرف أننا نساندك لكن لا نملك فكرة حول ما نفعل لكن هي تعرف ابقى معي باربي سنصل قريبا رغم أنني لا أعرف إلى أين يزداد ظلمة وترويعا هذا المكان يصيبني بالذار السبب هو أننا دخلنا منطقة شادو كلان على باربي أن يذهب إلى هناك؟ هذه الفتحة لا تتسع لي لابد من وجود فتحة أكبر أجل لكن كيف سنجدها؟ سنسأل هذه منطقتهم لابد أن الشادو كلان يعرفون كيف نتصرف لا نجدهم عندما نحتاجهم لا رغبة لي برؤيتهم فهم دائما مختفون كما أنني أعلم أن الجميع يخاف منهم أما أنا فلا أحسب حسابا لأحد لا بأس كل دعي الأمر لي إنها الأرض العجيبة هادروا الآن نحتاج للمساعدة سوف تنطفيه ناره عما قريب وسيرحله بعد انطفائها فإنتم الآن سبب قيام سلكس بإعطارك إلى بئر النور هنا بئر النور؟ ما هذا؟ ألم تشمع ببئر النور من قبل؟ إنها بئر نصدورية غامضة ومخيفة ومرعبة إنه المكان الذي تقصده سلاكز لتشحن أنفسها أنا سأستحب بيربي إن أرشدتني إلى الطريق المسارات المؤدية لبئر النور ليست للبشر وقد يتعثر عليك نجاة من الرحلة أحذرك من ذا أنا مستعد للمخاطرة بطريقة أو بأخرى سأستحب صديقي تذكر يا ابن شيين أنك أنت منطلب هذا سأرافقك إلي أشعر أنني أنا برونتو تم تهانتي للتو قال أنا فقط من سيذهب إليه إليه لا يمكنك الدخول وحدك لا بأس إن كان هذا ما سينقذ بيربي فسأفعله كما أنني لست وحدة السلاكز معي دليني على الطريق السلاكزية تسنى لها الذهاب وأنا لا مين؟ دكتور بلاك جهاز التعقب يعمل على أكمل واجهه ترجمة نانسي قنقر يبدو أننا سنعبر من هنا حسناً سأعود المحاولة على ماهل كل صخرة على حدة حسناً يا صديقي نلمن إنه مدرع من كل الجهات أحتاج إلى فكرة أخرى الأطلاقة الملتحمة كثيرة بإيقافه لكنها تتطلب كلتاً يدين يبدو أنها فرستنا الوحيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أصابتو شكراً جزيلاً أصمت بيربي كدنا نصل آملوا ذلك لست مرتاحاً لوجود إلي في الداخلي وحده أشهد كلان مخطئون يعتبرون إلي وحده أهلاً لذلك هل نسو أن برونتو المذهل؟ أهل لكل شيء؟ صديقي هذا ليس ما المعبر أعتقد يا صاح أنه حدث خطأ ما ويرجح أن السبب يعود لعدم معرفتك بمدرعك برونتو العبقري أن أتفهم الأمر فلا تعتبر ينتبوني شعور سيء نعم إذا أزعجهم برونتو كثيراً فأمل أن يسلخوه فقط لم أقصد هذا أرأيت؟ أوه ترى ما هذه الرائحة؟ أوه هذه الرائحة أسوأ من رائحة مجموعة فلات شولوريكوس لاغز المكان لازل مقزز تفوح من النفق رائحة أحشائي هذا ليس نفقاً تحليل سريع بما أنه أخرجنا من فمه هذا يعني أننا زحفنا عبر مقزز محال أن أعود إلى داخله تشيلر أول ما سنفعله بعد علاج بيربي هو الاستحمام لفترات طويلة قال إلي بأنك سيء في التسلل لكن هاجباً أنت الأسوأ وفر تأوهك فستتأوه كثيراً بعد تولي الشادو كلان أمرك أنا في الموقع حارب العدو الآن هيا بنا إنهم يهاجمون الشادو كلان لا يعقل أن يكون غبياً هكذا وفي لي عسيلان تاكي لا أريد تفويت لحظة من هذا هيا الجمعيهم ماذا قلتم؟ ألا تحبون نور الظلامي هذا؟ اطمئنوا فبرونتو موجود هنا لإنقاذ الموقف المكان دافئ هنا وحل أنت مرة أخرى أغرب عن وجهي عجباً يصعب التعامل معه جيد أنه واحد فقط وليس سرب نحن في خليتها دوزة أمل أن تكون محقاً دعها تنم رائع ها؟ دئر النور إنها إنها مذهشة وصلنا بيربي وصلنا هنا بفضلك أنت بلاك ما شأنك في بير النور؟ ما أريده هو تدميرها كيف وصل إلى هنا؟ بإمكاني الإجابة أولاً أولاً غول التعقب الذي أطلقه عليك سي سي ساعدنا ما تذكرت؟ لكنك تستحق النصيب الأكبر من الفضل لا أظن أنني كنت سأصل هنا لو لا تخلصك من جميع العقبات بدأت متحمساً بلا شك بيربي بيربي لا لن تنجح أبداً كنت مخطي عن بلاك؟ لقد نجحت غنعك يا بطل إنهم يؤجروننا كالجراد ربما ننجح إن تعاونوا معنا الشادوكلان إيه بالنسبة لهم نحن لسنا أهلاً لذلك يا عزيزتي أظن أن هذا يعني أنهم معنا لن تجدد طاقة سلاكس بدون بئر النور وبدون سلاكس خاصتك ستكون سيطرة بيد غيلاني وداعاً يا بئر النور بيربي بيربي أوه لا أنسحب أنا أيضاً وأنا أيضاً هم اختاروا نافذت منهم الدخيرة اذهبوا لتعليمي متيري المتاعب الأدب أه 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 أمسكتوا مونة لحظة لم تفعلوا إنها خيلة عودوا حيث يوجد نور الظلام أه 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 ضربت جاب الفتاك لتتعلم أن أتعبث معي لقد نجحنا لن ننجح أظن أنه يقول أن شخصا آخر دخل إلى بئر النور ضربة واحدة ستنهي الأمر أتعلم أردت أن تشهد دمع ربئر النور هذا لكنك غيرت رأيي ماذا؟ لا غيراني بابي ماذا؟ لا ماذا جرى؟ إلى أين أخذتموه؟ بجانب بئر النور تكون قوانا محدودة لقد أرسناه إلى مكان آخر عبر الظلال هذه الكائنات المقيدة التي تسمونها غيلانا هي السبب في مرض الإنفيرنس هذا مريضة بيربي بسبب غيلان بلاك؟ الطاقة التي تربط سلاكس بسلاكتيرا تزداد ضعفاً ما لم تتوقف صناعة الإلان ستعم المكان قوى الظلام بإمكانكم الاعتماد علينا لإيقاف الدكتور بلاك؟ شكراً على كل شيء هذا ليس الوقت المناسب للشكر الكفاح لأجلس لاكتيرا قد بدأ للتعو هل كانوا ينحنون لك؟ إيلاي كيف بيربي؟ انظري بنفسك أجل هاي بيربي لا أدري ماذا حصل هنا لكن لابد أنكم أثرتم إعجاب الشادو كلام استخدمت الفتاكة كان من المقدر يحصل ذلك بعد أن تعرفوا إلى برونتو ألعاب قريب وأخيراً انتهت المسألة على العكس ستمرد سلاكس أخرى كبيربي إن لم نوقف بلاك هذه ليست سوى البداية أه أيها الناس تعرفون الإجراءات أمنوها يلزموا منازلكم وحموا السلاكس اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هناك في الصباح، الآن عليك بالدخول أراك في الصباح، تصبحين على خير شغيل الحاجز الواقي لا بأس، لقد نسيت آه؟ آه؟ لقد بدأ قبل شهر، تأثرت عينة عشوائية من السلاكز، لكن هذا أسوأ ما شاهدناه ماذا عن السلاكز الشافية؟ ليس لدينا أي منها، ولهذا اتصلنا بك، تملك مقاتلاً قوياً يدعى دوك آه، كنت كذلك آسفة لا، إنه بخير، لكن بعيد عندما قالت لي تريكسي إنك بحاجة للمساعدة، لم أتوقع هذا كما لو أن شيئاً ما استنزف الطاقة منها إنه ذلك المخلوق آه، المخلوق؟ إنه وحش هاي بلينز، أسطورة شعبية، لم يره أحد فعلياً لكن أياً كان الفاعل فقد عبر سياج الطاقة كأنه طيف لكنني رأيته إنه ضخم ومخيف، وسقاه طويلتان لا تقلقي تريني، فلاتر سيكون بخير أيمكن أن نأخذه إلى البئر؟ ربما، لكن هذا لا يفسر ما السبب، ولن يمنع حدوث الأمر مجدداً سنعرف حقيقة الأمر، أعيدك هل منحتمان لحظة على انفراد؟ حسناً، أريد مساعدة سلاكس، لكن ماذا عن الوحش؟ لا أدري، أنا مهندس، إذا لم أرى الشيء أو عجزت عن التصدي له، أعتبره غير موجود ما رأيك أنت تريكسي؟ أتصدقين حكاية الوحش؟ أظن أن تريني رأت شيئاً، وانظر إلى الإسلاكس، برودي ليست من الأشخاص الذين يبالغون ما لم نتوصل إلى السبب، سيتسلل اليأس للناس رجاءً، التزموا النظام، التزموا النظام لا أدري التزموا النظام رجاءً، لقد تم توصل إلى قرار شكراً، التزموا النظام رجاءً، رجاءً شكراً، انطلاقاً من الفهم الكامل لليأس الناجم عن مشكلة التوسع هذه، صوت مجلس البلدية بالإجماع على منح مكافأة ألفي قطعة ذهبية، ما في خزينتنا، سيعطى إلى صاحب سلاكس الذي يمسك بوحش هاي بلينز لكننا لسنا بحاجة إلا صيادين مكافأات، لقد استدعيت جماعة شين أهلاً بإمكانهم تجربة حظهم أيضاً، في هذه المرحلة إننا بحاجة إلى أي مساعدة يبدو الوضع سيئاً إلي أعرف ذلك، كل هذا المال وهذا القدر من اليأس، قد يتأذى الناس أين تجربة أولاد؟ ما هذا؟ ما هذا الذي يخدف؟ أسف استاكر؟ سأجلب المخلوق، هذا سيكلفك خمسة آلاف قطعة ذهبية لقاء هذا المبلغ ستحصل على خدماتي والوحش وراحة البال ما رأيك مناسب؟ نبس سيدي، إن أمسكته، سندبر لك المال فاير، آيس، ودا باور تريبس؟ مجلس المدينة ارتكب خطعاً برودي، هؤلاء الرجال لا ينبئون بالخير، وتحديداً ستاكر أليس هناك ما يمكنك فعله؟ ماذا تريدو شين؟ أعرف الماضي الذي بيننا، لكن بما أننا هنا علينا العمل مهن، هذا سيزيد فرصنا بالإمساك بذلك الشيء هل تريد أن تقاسمني المكافأة؟ لا نفعل هذا من أجل المهل حقاً؟ صحيح إنهم بحاجة للمساعدة، ولا يسعون لخراب بلدتهم حقاً؟ صحيح هيا ستاكر، استخدم عقلك، قد يكون هذا الكائن خطيراً سلوغز، هل أبدو كسلوغ بنظرك؟ أنا أعمل وحدي، يا فتاة هون عليك، سنجد المخلوق أولاً انظر، هذه أداة لرصد الحركة، إذا معطرد أي كائن أكبر من الخلد طريقنا، فستنير هذه الأداة أحسنت كورد، فلننطلق إليكم هذه النقطة، أصدقائي، ماذا تسمون أسلاكسور قبل التحول؟ آه، هذا غريب ما هو؟ أصدقائي، أصدقائي هيا، آه، لا شيء، حسبت أنني رصدت شيء لكنه اختفى، هذه آخر مرة أشتري فيها سلاحاً مقلداً هي المطفول الجود؟ أصدقائي! أصدقائي! أم اسنا جداً، هذا القصيد semiconductor المجاربة يبدو أنهم رموا بأنفسهم للتهلكة تماماً كالسلاكس هذا مستحيل هذا الكائن أصبح يتسايد البشر ليس هذا ما اتفقنا عليه تحدثون ضوضاء ما الخطف؟ الخطف هو أننا ننقص ثلاثة رياء رجلين وامرأة والسبب هو عدم تعاوننا معاً وفي خاخك السخيفة لا تمسك بالكائن بل تمسك بنا مرحباً أنا مقلوب رأساً على عاقب مقدر لك هذا أنا مهلاً هذا صوت قاذفتي أنزلني كورد؟ انذار بالاقتراب تم تكاين ضخم أنزلوني إذن ما مدى قربه؟ قريب جداً أنزلوني لا أستطيع تحديده فهو قادم من عدة اتجاهات دمت أكثر من واحد لا ليس بعد الآن هذا غير منطقي مهلاً مهلاً تلقيت إشارة على بعد أربعمائة ياردة إنه قريب ثلاثمائة لم أستعد؟ هيا مئة ياردة إنه يتحرك بسرعة فائقة ما الذي ترقه له؟ أين هو؟ أنا لا أرى شيئاً ياردة خمسين ياردة إنه فوقنا تماماً هذا ما تحصل عليه عند شرائك معدلات أبنى تحديده إنه من أكبر أين هو؟ أين هو؟ أين هو؟ أين هو؟ نحن لا نواثر عليه ألديك اقتراح؟ أكيد أغربوا جميعاً تريكسي لا يرى شيئاً أنا للمكانك بمر تريكسي بما أنها تتنفس فهي حية ترزق مهلاً هديوا من روايكم يا جماعة اقتنعت بخصوص العمل الجماعي؟ اتبعوني إنها حية لكن لا أدري إنها عبء إضافي علينا تركها أنا أسف ليس من شيامنا علينا لا تناول بأنفسنا مخطئ لن ننجو وما لم نعتني ببعضنا البعض سنجد طريقة لمساعدة ذات ريبس وفاير هذا وعد ألا تريد تناول الطعام ستاكر؟ من أخبركم بأنني أحتاج لمساعدة فتية من أمثالكم؟ إنه لا يعرفنا بعد أما تتحدث؟ دعك من ذلك الوحش السنزاف السلاغز والناس هذا عظيم الجدوى إنه غير منطقي لديه وجهة نظر وهي تتطابق تماما مع ما يدور في رأسي هناك أسطورة قديمة عن تشارك الناس وستاكز الطاقة داخلهم النور هكذا تسمى سحران من الأيام الماضية لم ألقي لها بالا لكن ربما هذا هو سبب السنزاف هذا الكائن لطاقتنا وكيف سنتغلب عليه؟ الضوء ماذا؟ الوحش يخاف من الضوء في الغابات أطلقت فاسفورس لاك وقد هرب لهذا لا يهاجم إلا في الليل أتعلم؟ إنه محق هرب عند إطلاقه لذلك سلاك إذن ماذا لدينا؟ حسنا ثلاثة من فاسفورس لاك ومصباح يدوي نصف مشحون في الواقع هذا لا يبدو واعدا هذه بداية الليلة سنتناوب في النوم والحراسة اسمع إلاي دورك في المراقبة ها رأيتني أي يبدو أنه لم يتبقى سوانا ها؟ عليكم أن تكونوا أكثر حذراً كنت أطلق عليكم الوضع مضطرب للغاية هنا إلى الشيء أهى لحظت ذلك؟ يجب أن يتعايش النور والظلام في توازن وإلا تعرض كل شيء للخطر حسنا شكرا هذا مفيد جدا لكن لدي التزام لذا أنت تقاتل في الظل إنك ترى عدوك ولا تفهم الأمر هل ساعدتني إذن؟ ما الذي نتعامل معه؟ لقد سبق ورينك لقد ضعف الحاجز بين العالم في أعماق هذه الأرض جماعة داربين والأحوش في انتظار الوقت المناسب للنهوض والاستعفاظ على سلاكترا قوة ضعيفة هنا إنهم يواجهون صعوبة في السفر عبر الحاجز لكن لديهم مساليب الظهور على شكل مادة كاستنزاف طاقة السلاكس؟ طاقة السلاكس الطبيعية قوها اتفاعية لكن ثم تقوى تمنع ذلك كانت هذه أولاها جيد معرفة ذلك لنتصدى لذلك الكائن أنا بحاجتني للمشاعدة طلبت ألا تضرم النار في المخزن عدونا يكره النور لذا لابد أنه يكره النار ونحن نكره النار الحرارة تزداد هنا نراي كورد خلفك لا 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 هيا بنو مثلا علي العودة ليس الآن إلي عليك أن ق PUVعه سبيك اقفز اقفز لن يتوقف اجتم رائحتنا رائحتنا؟ نحن في خطر هيا فلنركب القارب فالنهر هو الطريق الأسرع ليس من طبعنا الوثوق بالشادو كلان لكن بما أنك تقول أن الكائن قادم من الكهوف العميقة فسنحتاج إلى خطة نطلق عليه الفوسفور سلاك ونحاول الصنود حتى الفجر يا لها من خطة آمل أن ننجح إنها تضع كل ثقتها بنا كذلك الآخرون متى ستفهم الأمر؟ لا وجود لنا ابق مع سلاكز هنا إن شئت سأصطاد الكائن هذا جنون لم تصمد خمس ثوان وحدك أنا لا أعرف الاستسلام استنزف ذلك الكائن طاقة أصدقائي إنهم بحاجة إلينا والبلدة كذلك أتريد أن تكون قويا؟ لا بأس لكن أحيانا القوة هي معرفة كيف تطلب المساعدة تحاربوا لا يوما يقولون لا يسابها ستاكار أنت بخير؟ واجه الواقع الحال صعب هذا لن يفيد أبدا خطرت لي فكرا سنمنح هذا الوحش تماما ما يريده أنت من هنا أيها الوحش الضخم القبيح هذا صحيح من هنا آسف لكن عليك الوثوق به لم تصبني حاول مرة أخرى ماذا يفعل؟ حسنا حسم الأمر المواجهة بيننا هيا نرقص يكره النيران ويكره الضهو لنمنح الأمرين حسنا بابي ألا أنت مستعد لهذا؟ آملوا أن هذا سينجع آه 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 اشتركوا في القناة ولي أن أكف عن تناول العشاء متأخراً فهو يسبب لي كوابيس جنونية عادت الأمور على من يرام ماذا حل بستوكر؟ لا أدري غادر قبل شروق الشمس حتى بدون مكافأته برأيه لا يريد أن يتذكر أنه قدم خدمة مفيدة للناس أحسنت صنعاً إلي نعم ربما لكن لما القلاق؟ من شيء قاله الشادو كلان هذه ليست سوى البداية قوة سلاك تيرا تضعف علينا أن نسأل أنفسنا ما القادم؟ ما القادم؟ ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر